شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العن القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البيان العملي الفاتح 16 والذي تجري وحدات الحرب الكيميائية ويشمل البيان تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والعملية على استخدام عناصر الحرب الكيميائية في التأمين الكيميائي والإشعاعي للقوات المسلحة مع معاونة أجهزة الدولة في المجالات المختلفة كما شمل البيان أيضا عرضا للأجهزة والمعدات التخصصية الحديثة التي زودت بها إدارة الحرب الكيميائية وكيفية التعامل معها واستخدامها أيضا لمهارة عالية وبمعدلات زمنية قياسية ظهرت المستوى التدريبي المتميز في التعامل مع الخواص الفنية والتكنيكية للأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى استفادة منها